ولكن نتلقى السؤال اللي عندنا معنا الأستاذة علا من القاهرة تتفضل أستاذة علا أهلا سلام عليكم ممكن أنا أتمنى على حضرتك بس أن أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون يا أستاذة علا أهلا سلام عليكم تفضل يا أستاذة علا أهلا بقول لحضرتك إيه أنا دلوقتي ما بقلي بقرأ القرآن ساعة بقرأ من التلفون طيب آه يا جوز أن أنت تقرأي في التلفون أنت أصدق بقى سؤال تاني هل لازم أكون متوضية وأنا بقرأ من التلفون لا مش لازم مش لازم سويني في سؤال تاني أنا دلوقتي قبل رمضان في شعبان طلعت الزكرة بس الزكرة دوت يعني أنا فيه ثلوث أنا شايلها بتاعتي أنا فطلعت منها بيه بتاعتي أنا وجوزي عزي يعني هو لازم يطلع وأنا طلع معلش شوية كده أنت بتسألي عن زكاة الفطر ألا بتسألي عن زكاة المال لا أنا بسأل عن زكاة الفطر أنا طلعت عشان رمضان طيب لا لازم عشان تطلعي زكاة الفطر اللازم يرمضان يدخل مش هنطلع الزكاة قبل رمضان إذا كنت طلعتي إذا كنت أنت طلعتي فاللي أنت عملت دي ده صدقة يعني اللي قبل رمضان اللي هو في شعبان ده ده كان صدقة صدقة يعني إيه إحنا الزكاة زكاة الفطر دي ده واجبة لازم الواحد يطلعها يعني أنا لو أنا فيه ثلوث أنا شايلها وطلعت منها أنت لو عايزة تطلعي عنك وعن زوجك وأولادي أنا بطلع بنيتي أنا أو أولادي يعني أنت عايزة تطلعي دلوقتي في رمضان عنك وعن أولادك صح؟ أستاذة عولة أستاذة عولة بعد إذن حضرتك معليش وطي التلفزيون بس اسمعيني من التلفون بس عشان نقدر نتوصل أيوة معاك حضرتك معاك طيب أستاذة عولة أنت دلوقتي عايزة تطلعي ذكات الفطرة عنك وعن أولادك صح؟ أنا طلعته أنا طلعته في ثعبين يعني دي صدقة مش مثل ذكاة دي صدقة مش ذكاة خلاص نحن دلوقتي في رمضان عايزة تطلعي عنك وعن أولادك يجوز أن أنت تطلعي عنك وعن أولادك إن شاء الله ويُجزئ إن شاء الله القراءة من المصحف قلنا السؤال الأستاذة عولة بتقرأ من المصحف المصحف اللي في التلفزيون دوت عشان فيه مش التليفون ما فيهوش فقط الابليكيشن بتاع المصحف بس هو اه اللي في المصحف ده اه بقرأ كده في المصحف واخد سواب قراءة المصحف لكن لما اجي احمل الموبايل انا مش لازم اكون متوضع لان الموبايل فيه جملة من الابليكيشن جملة من الابليكيشن ده زي ما برضو بنقول كده في بعض الاحيين بنقول لبعض الناس لما يكونش متوضعين ممكن يحملوا القرآن اللي مع تفسير اللي مع تفسير اكثر من كلام القرآن فهو شايل كتاب تفسير وفيه المصحف وعليه فهي لا يجب عليها ان تكون متوضع عندما تحمل التليفون ويبتقرأ فيه القرآن